عدت دار الأوبرا المصرية برنامجاً فنياً ثرياً ومتنوعاً للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية خلال شهر ديسمبر الجاري شهدت الحفلات الموسيقية والغنائية الاستعراضية إقبالاً جماهيرياً كبيراً من المصريين والعرب والأجانب تجملت دار الأوبرا المصرية بعدد من الدكورات والمظاهر الاحتفالية الخاصة لاستقبال الجمهور بمناسبة الكريسمس وأعياد الميلاد المجيد حيث تقدم على مسارحها المختلفة مجموعة متنوعة من الفنون العالمية وعلى المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة أقيم ثلاثة عروض لفرقة أوبرا القاهرة بمشاركة أركستر القاهرة السنفونية وهي العروض التي لقت استحسان الجمهور حفلات الكريسمس من الحفلات السنوية اللي بتبقى دايماً موجودة في الأوبرا وطبعاً هي بتبقى أغاني كريسمس عالمية بلغات مختلفة في منها الكلاسيك وفي منها المودرن شوية أو الباب وبنحاول دايماً يبقى فيه سيلاكشن كبيرة علشان الجمهور كله يرضي جميع الأذواق إحنا طبعاً في الأوبرا بنستعد الحفلات الكريسمس بشكل خاص من فترة من قبلها بحوالي شهر بنبتدي نحضر البروجرام اللي هيتعمل بنحاول بنقي أجمل الأغاني اللي اتعملت في المناسبة دي في الكريسمس من جميع أنحاء العالم يعني حفلات الموسيقية والغنائية الاستعراضية شهدت أقبالاً جماهيرياً كبيراً من متضوق الفنون الجادة المصريين والعرب والأجانب الذين يحرصون دائماً على الاحتفال بهذه المناسبة في دار الأوبرا المصرية حيث صحب الحفلات الغنائية تبلوهات حركية لفرقة بالي أوبرا القاهرة بنحرص على أننا نختار أغاني خفيفة ومبهجة أغاني علامية بس الناس كلها حفظها وبتحبها وبتبقى يعني دايماً كومبلي من أول ما تبتدي يعلن عنها التذاكر بتخلص وبتبقى كومبلي فده شيء بيساعدنا وبيدينا حافظ أكتر وبنحاول نجدد كل سنة بيبقى في أفكار جديدة واختيارات جديدة فأجواءها سعيدة جداً الحقيقة تاريخ دار الأوبرا المصرية سمح لها أن تكون مكتبة موسيقية عريقة بكمية كبيرة من الموسيقى العربية والغربية حيث يساهم هذا الصرح الثقافي العظيم في تطوير الحياة الثقافية والفنية المصرية والتي أصبحت علامة مميزة في الثقافة المصرية وأصبحت رمزاً ليس لمصر فقط وإنما للعالم أجمع نظر لمكانتها في العالم العربي وباقي دول العالم أحمد الحسيني التلفزيون المصري